سلام عليكم حبيباتي مرحبا بكم معايا في هاد الفيديو جديد اللي انشاء الله يلقاكم بخير يلقاكم في صحة جيدة وانتم ما تفرجوا في هاد الفيديو هادي ليكم وحشة كبيرة كبيرة على بالي راني نغيب عليكم شوية راني عيانة شوية ومحتى يعني في اليامات اللي كنت غبت عليكم من السمانة اللي فاتت كنت مع التغناج كنا نوجد وصفات الشهر رمضان الكريم في قناة زهرة تيفي دونك انشاء الله كونوا في الموعد هاكدا باش تسفادوا من الوصفات اللي راكوا راحين تشوفوها واللي جبتها لكم على قناة زهرة تيفي دونك كنت ثلاثة ياشوية كانوا عندي ظروف لذلك كنت نغيب عليكم وهادي هي دونك نحاولون نرجعوا دايمن انشاء الله مع الناشاط مع الحيوية منساوش مقبل من نشوفوا التفاصيل ووش جبت لكم اليوم نصلوا ونسلموا كامل مع بعض على الحبيب المصطفى نوصلوا مع بعض سيسيلة التنظيف لشهر رمضان الكريم يعني خلاص هاديك يار انا في العد التنازلي ما بقاش الوقت ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالربح والصحة والهنة والمغفرة ان شاء الله امين يا رب العالمين اليوم حنشارك معكم تنظيف عامق للحمام اللي يعني ما عنداش معاونها هادكية يعني تبدأ منذ كل يوم ندير حاجة اللي تاني راهي تربي لقليلة الصحة وكامل يعني نبدأوا شوية بشوية كل يوم نديروا حاجة كل يوم حويجة حتى نكملوا كامل تنظيف المنزل ان شاء الله وان شاء الله ربي يقدرنا على الشقة ويقدرنا على النقاء ان شاء الله بالنسبة للتنظيف خاصة لما نعملوا تنظيف عامق زواء نتع الحمام ولا تع الغرف يعني من الاحسن في اللول نخرجوا كامل واش عدنا كما ناكي ماشتوني خرج هادوك السلات تعال الحوايج نحيت كل حاجة واش عندي نحيها هاكدا بش تنظيف يجيني سهل وهادوك الحوايج وهادوك السلات ويعني اي حاجة تكون في الحمام ما يشري حاد ديرانجيني يعني نلتغير فقط بالتنظيف ومجيها واحدة اخرى يعني نحب نرمي الماء كيما نحب اكو على بلكم سيغطوا الحمام ويعني فيها المجيرية اعزاكم الله نونك نرمي الماء يعني من الاحسن سيغطوا هاكدا بش تخرج تشعل وتخرج تبريي دونك بالنسبة للتنظيف تعال حيوت كيما شتو من تحتاجه جوز كامل رغيوة ومن الفوقها جوز غير بهادوك الفخوتواغ يعني الفوق جيني غال ما ما توسخش بزاك في الحالة لذلك استعملت غير هادوك الفخوتواغ نحيت به بركة الغبرة بالنسبة للارضيات استعملت هادوك 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 بخوفيت واش نقولكم ريحتو ما شاء الله تهبل تهبل كين هادوك الفاغ يعجبني بزاف وكين هادا تاني لي جايب اللون الاصفر هادا لي وسمو هابي فلاور ريحتو بزاف شابة حكيت للارض كيما شتو بهذاك البالي يعني هاي البزاف بزاف يعني ما لقرد يفن شوفوها دال ديو سول نقيا من هادوك اللابات اللي تكون بين دال ديو سول اختها توجوغ ترفض الاوسخ دونك كين حكوها بهذاك البالي رحي رايحي رايحة تخرج تشعل ما شاء الله جبتهم بعد بالفخوتواغ كيم اقول لكم هديك المجيرية ترحم يعني آآ الماء عفوا ان هاداك زيادة كامل اللي راح فيها ومبعد تانيز جوست آآ على المرايات ديالي بآا لافو فيتخ هاداك هاد لليلي ما هادا آآ دورانجمن تاني لي في الحمام حتى هو جوست عليها غير بهذاك لافو فيتخ يعطي لي بارقة هايل ويخلي رايحة شابة ننشفو كامل لاحيوط هاكدا ما نخلوش هادوك البوقع تعل ما باش ما يديرناش للميديتي وهذه هي يعني كيميقولو شاركت معاكم بعض الناشاط بعض الحيوية هكذا بش اللي راي عاجزة إن شاء الله راي حدير الكوغاج ولي ما زال ما بداتش نقولها يلا إن شاء الله تبدأ إن شاء الله أربي إقويك حاببتي سلقة الحواج هذي جامي تفرغ يعني قد ما نغسله دايما تعود تتعمر هنا ما ننسوش كي نديرو الحواج داخل الماشين نحلو الحواج خاصة نديرو تعرفو كي نحو الحواج نحوم كامل هاكدك على دربا دون كنفرقوهم لتخي يكتبو وحدهم تري كوة وحدهم هاكده بش يتغسلو مليح داخل الماشين دل تبخو فيت ديالي هادا في خشغ تخوالي تخادها اللي باللون الأزرق كي مشتوش حال خاتر وريحتو تهبل وينقي ما شاء الله والريحة ديالو تاني تبقى يعني في الحواج هاد اللي بيدون تخوالي تخراها اقتصادي يقدر يشد لكم حتى الشهر هادا حتى اذا كنتو تغسلو يعني يوميا وريحتو بزاف شابا كي ما قلت لكم ويخرج ما شاء الله خليت هادو كل حواجات راهم يتغسلو ودو كاني حنشارك معاكم وجبة الغاداء ديالي وجبة الغاداء اللي حبوها كبار وصغر اللي هي عبارة على بيتزا دون كاناني حنشارك معاكم العاجينة كي مشتو حطيت كاس في خليط بين حليب وماء دافي زي تربع كاس تعماء دافي نحط عليهم مغير فاة كبيرة تع السكر ومغير فاة كبيرة تع خميرة الخبز الفورية نخلطوهم شوية معا بعض خلط خافيف هاكدا اما بملعقة ولا بفوية داوي ونخلو هادا الخاميرا تتفاعل شوية قسمة يدوب هاداك السكر وتشكلنا فيها فوقعات حوالي هاكدا كزوج دقايق ولا ثلاثة اهنا يا بعد مورور ثلاث دقايق عاو ترجعت لها نحو نشوفو الخليطة ديالنا تشكلت فيه فوقعات وهاديك الخميرة يعني بدت الدوب وهذاك السكر تاني رجع ميبانش اهنا يا زيت عليها حبة بيض وربع كاس تاع الزيت ونزيدو تاني هنا يا كيما كتوفو معايا زوج مغارف كبار تع حليب غبرة يعطينا طراوة هايلة لعاجين كالبيتزا ديالنا وتعتبرك محسن تاني لعاجين ومبعد نخلطوهم هاكدا منيح بالفوي اليدوي حتى تندمج كامل المكونات نزيدو عليهم مغارفة صغيرة تع الملح ونزيدو الفارينة مع حوالي مغارفة صغيرة مع ممرة تع خامرة الحلوية تنادك الباكي كان مبدي ونخلطو هاكدا فلو البلاس باتشول حتى يعني تبدا تنطمعنا العاجينة نزيدو الفارينة شوية بشوية حتى نتحسطو على العاجينة تكون طرية بزاف وتكون تلسق هدا هو يعني القاومة عاجينة البيتزا ليخلينا نتحسطو على بيتزا تكون خفيفة كالريشة والجيبنينة والجيطرية هنا هنطموها بركمليح يعني منع جنو مندلكو منعيو روحنا ونغطيها بفيلم أليمانتر ونخليها تخمر هدا كلوتون وجدتنا سلصة طماطم اللي تحب سلصة طماطم ديالي سهلة والسريعة تكتب في اليوتيوب في اليوغو شرش سلصة طماطم ساميرا دي زاد سلصة طماطم كويزين ساميرا دي زاد ورا ورايح يخرج لها الفيديو بعد ما العاجينة ديالي لابات ديالنا نرشو لبلوندو تخافاي ديالنا بالفارينا ونحطو العاجينة ديالنا كيما راكو تشوفو انا يا قسمتها على ثلاثة زوج انا رايح ندير بيهم بيزا وهدا كل جزء الثالث انا رايح ندير به خبز عربي دونك هنا نحي ندربو عصفورين بحاجر واحد عاجينة هادي هايلا بزف بزف تصلح للعديد من المعجنات فاطائر بيزا يعني دي سوفلي ويش تديرو بيها تخرج لكم هايلا عاودت هنا رشيت مكان العمل ديالي بالفارينا ونحلو العاجينة ديالنا هاكدا بالحلال كيما راكو تشوفو يعني نحلوها تكون شوية رقيقة عاي فيها الخاميرة ومبعد خديت هاد لابلونشها ديال تعال مطلوع ولا تعال تعال العجاج النو كامل رشيت عليها شوية تعفارينا لاني رايح نحط عليها من فوق سلصة الطماطم كيما شتوك نحطو العاجينة ديالنا لازم نتأكدو بلي مايش لسقطنا في هاديك اللوحة هاديك هاكدا بشكي نحطوها بكل سهولة هاد البيتزا هادي حطيت ايضا سلصة طماطم طبقة تكون مليحة نحطو من فوق تاني طبقة مليحة تعال جبن على بلكم الفرماج هو اساس اللي بنا تعال البيتزا دونك نحطو كمية لابس بيها ونحطو من فوق الشي يعني اللي نحبوه ولي حبوه أفراد العائلة دونك أنا هادي اللولا كما يشتو دلت لها شرائح تعفل فل حلو زيتون واني رايح نديرها بالطن ديرو يعني شي اللي يعجبكم جاج فيوندا شي مرقز يعني كما تحبوه انتوما ولا الحسب الشي اللي يكون متوفر عندكم البيتزا ديالي ني رايح نطيبها في هاد الفرن هادا كما را كنت شفو معايا كنت شعلت وسخنتو على أعلى دراجة وحطيت البيتزا ديالي نغلقو عليها يعني رايح طيب في رمشتعين يعني في دقائق رايح البيتزا هادي تكون واجدة هايليك هنا أمامكم يعني طيب ما شاء الله ودي الفخفها ودي الواحد الفوق عاتم الفوق يعني ما شاء الله الفوق هادا يعني رايح مخصص سبيسيال مون للبيتزا ويطيبها في وقت قصير جدا اكو رايحين تشوفوها معايا يعني جي ما شاء الله وديك القاوم تعلبيتزا هاديك يعني لتعل عاجينة ديالها جي كل قاطو جي ما شاء الله هايليك هنا خفيفة خفيفة كل ريشة يعني ستقوني تجي ما شاء الله لمليح فيها تاني كي ما قلت لكم رايح الطيب في وقت قصير جدا هايليك تجي محمرة وتجي طيبة ما شاء الله لأنه هاداك الفرن يشعل الفوق والتحت شوفو يعني العاجينة ديالنا جات كامل كي ما يقولوا اسفنجية معمرة بهادوك الثقوب خفيفة ما شاء الله يعني العاجينة هادي نصحكم تحتفظوا بها لأنها تساعدكم بزاف كي ما قلت لكم تصلح لعادي دميناء المعجانات وحتى الفطائر هنا هادي التانية كي ما شتوا يعني دلتها بنفس الطريقة فقط ما دلت لهاش الفلفل اللي حلو من الفوق عندي وليدي الكبير شوية ما يحبوش لذلك راني ما دلت هاش وهايليك حتى هي تاني طابت تاني ما شاء الله خاصة هادي رادوزيا مجت هايلة لأنه الفوق هذا كان سخن مليح مليح شوفوا دوك الفوقعات اللي حكيت لكم معليهم يعني تجي خفيفة ما شاء الله يعني صدقوني منحكي لكم شو لها شاشة والخفة والبنة ديالها كوت معاولا ندير غير دو بيتزا وكي ما شتوا معايا جزء تالعاجينة كتاحا ندير بير الخبز العربي حتى ولدت تطخوا بيتزا بس كولادي عجبتهم بالبزاف وكي ما عنا بلكم بيتزا تنتكل هاكدا سخونة مباشرة يعني هاكدا غير تخرج من الفوق مباشرة وهي هاكدا يعني ناكلوها هايليك هادي تاني رادوزيا انا استقسمتها لكم تاني جدت تشهي بالنسبة للجبني استعملتوا من الفوق هادا كتاح بلونكو اللي شتوه معايا في الفيديوهات السابقة كي ما شتو جاي إلاستيك ويشهي تاني نقول لكم شاهدكم في الصحة شاهدكم في الجناخياتي اهنا يا هاديك العاجينة اللي بقات لي كي ما قوت لكم بقات لي مبعد في الأخر الجزء الصغير برك ندرت بها خبزة هاداك الخبز العربي حليتها تاني بالفارينة نحطوا هادا الخبز هذا ولا هادا العاجينة هادي هاكدا في طرشونة ونخليوها ترتح حوالي هاكدك عشر دقايق باش نطيبوها في هاداك الوقتنا تاني كنتم موجدة هادا العاجينة تاع المطلوع دنك اليوم نهار تاعا عجاجن تاع غير عاجين وخبز وكامل يعني العاجينة هادي اللي قدرتها العاجينة تاعي تاع الخبز ولا تاع المطلوع المنفوخ دنك اللي حبت الوصفة بالتفصيل تكتب الخبز المنفوخ ساميرا دي زاد سوف يخرج لها الفيديو ودوك نعطيكم يعني على كل حال وصفة على السارع لانها سهلة مفيهاش بزاف مكونات هدا عبارة على مطلوع نقدر نقول بزوج مكونات فقط فارينة كمية فارينة دلت لها مغير فا كبيرة الخميرة تاع الخبز مغير فا كبيرة تاع السكر شوية تاع الملح وطميتها بالمدافي هدا ما كان منع جنوها موالو تكون تلسق هاد العجينة هادي نخلوها تخمر ونكسروا لهذاك الاختمار عدة مرات وبعدها كما شتو نخبزوها ونخلوها تخمر اهنا يا بديت نطيب في هاداك الخبز العربي اللي يقتلكم عليه توجو طيبتو في هاداك الفرن تاني يعطي واحد نتيجة من اروع ما يكون شفو كيفاش يكون منفوخ يعني تنفخ من اروع ما يكون سواء نديرو بها هاد الخبز العربي المنفوخ ولا نديرو خبز التورتية تاني في هاد الفرن هذا شوفو يعني تعطينا واحد الانتفاخ وي طيب ما شاء الله في وقت قصير وي طيب تاني طريف فقط كيتغلقو عليها اه ما تخلوش هادك الاغطال فوقاني تاع الفرن يطيح عليها على خاطره فيه انجريم الفوق وهو يتنفخ بزاف باش ما يتحرقش معاكم وفالا بعدها كملت طيبت المطلوع ديالي تاني يعني وش نقول لكم طيبهولي في رمشة عين اه حتى المطلوع تاني راه مخصص سبيسيال مو هادا للمطلوع والخبز العربي للبيتزا يعني نقدر نطيبو فيه وش نحبو فطائر راه كيما الفرن العادي لانه يشعل الفوق والتحت وفرن يعني سخون ونقدروا حتى نتحكمو في درجة الحرارة اديالو تاني هاولي كزا تكمل طيبة الخبزة تاني كي مشتو كيفش يعني تنفخ يجي من فوق يجي فارغ من الداخل يجي ما شاء الله هاولي كده هو الفوق ولا الفرن نيستعملتو اليومه تاع سوناشي راهو من عند لا فاغ ميناج اه كيما قوت لكم فرن يعني خفيف ضريف ما يديش مكان بزاف الكوزينا يمشي بتري سيتي اه فيه درجة الحرارة فيه تغموستة لينقدروا نعدلو في درجة الحرارة ديالها من مية درجة حتى ميتين او ربعين درجة دونك راهو ساخن جدا عندو هادي اليدين كي مشتو ميسخنوش باش نشدوه عندو هاديك لابلاك ديالو راهي مانعة للالتساق وفي انقري من الفوق في هادي زجاجات تاني باش نشوفو يعني نشوفو شوي طيب الداخل هاكده باش نعسو اللي يعني المعجنات ديالنا وعندو هاديك القفلة الحمرة من الفوق باش نشعلوه ونطفيوه يعني هادي الفرن دير مليون وثلتمية وخمسين الف بالنسبة للتوصيل كل ولاية و التوصيل اديالها ماشي فقط للمعجنات كي ما قلت لكم ولا غير للمطلوع ولا غير للبيتزا نقدرو هاكده حتى نشوي فيه الخضر ولنطيبو فيه كي ما قلت لكم جميع انواع الفطائر ديالنا لانه وراهم يطلو مثل الفرن العادي يشعل الفوق و التحت ويعني يسخون ما شاء الله شوفوه هنا كيف الشواري الخضر الفلفل هاداك وهداك البتنجل تاني يعني يشويهم في وقت قصير جدا بلا دهون بلا زيوتي بلا والو ويطيبوه ما شاء الله خرجوه يشهيو هنا كي ما شتو دلت بابي اليمينيوم هاكده باش نحافظ على هاديك لابلاك باش ما تتوسخ ليش احنا يوم بعداك الفلفل درت بيوم شلاده هاو هاداك البتنجل بزيت الزيتون مع هاداك المطلوع سخون ووش نقول لكم خرجة تشهي اني حنقسم لكم هاداك المطلوع تشوفوه يجي فارغ لداخل ومعمر بالثوق و بالداخل كي ما راكوا تشوفوه يعني خفيف اه ما شاء الله هاد الفرن هادا راح يسلككم في رمضان وطيب لكم المطلوع ديالكم في وقت قصير جدا خاصا وهادا الوصفة مطلوع يعني راهي متعييش و اه ما فيها لا عجن لا دلك الاولو حتى هاداك الخبز العربي عفوا شوفو كيفاش يجي 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 طري نقدو نديرو بهدي صندويج تاني يجي ما شاء الله خفيف خفيف كل ريشة وطري وفارغ تاني من الداخل جا كيلوقطن دونك لي حبا تكسب هاد الفرن ناني نخلي لكم ارقام الهاتف راهم يجوزوه امامكم راح يعاونكم بزاف في الكوزينة بإذن الله من الوصفات الملحان روحوا دوك نشارك معاكم ووصفة حلوة الله يحلي ياماتكم راح نشارك معاكم هاد السنوات على المقروط مقروط الكوشة ولا مقروط البقلاوة ولا مقروط يعني يجي بزاف ابنين ويعني سهل بزاف تحضير ديالو انا يعجبني بزاف لانه بخيزان طابل وبنين وتاني يعني يسلك وما يتعبش كامل في الخدمة ديالو اهلا طبعا بالنسبة للمقادير كل واحدة وسنوات ديالها يعني حنشارك معاكم هاد الفكرة باش كل واحدة تدير سميد على حساب سنيوات ديالها لانه كل واحدة اه والحجم تاع سنيوة اه اللي عندها دونك هنا يا ناخدو كمية سميد ديالنا الخاصة بالمقروط ونحطوها في سنيوات ديالنا لازم هاديك الكمية تاع سميد توصل تقريب للنص تاع سنيوة ونبعدا نكيلو سميد ديالنا نديرو فيه ثلاثة كيلة ونص تاع سميد اه نحطوه لو كيلة تعليدام كي ما روكو تشوفو هنا انا استعملت سمن تقدر ديالو لاماقارين اه نكملو هاديك الكيلة كي ما شتو بكمية تاع الزيت اح زيت خلي هاد المقروط هادا يجيه شي شوي جيت ري تاني حطيت عليهم مغير فا صغيرة تعالى فاني وعندي هنا اه حوالي نص مغير فا اه تعالى الملح يعني نحطوه شوية الملح شوية بزيادة يعني مش رشة وهنا يا بش نعطر هاد السميد زدلت بعض القطارات من المركز تاع مظهر حيعطينا بنا بزاف هاي لكو على بلكم يعني المقروط سر تاع البنا ديالو هاداك البنا ولا هاداك الذوق تاع المظهر يلي يعطينا ذوق هايل ونبعدا نبسو مليح مليح هاداك سميد مع هاداك ليدام هاكدا بهاد الطريقة حتى هاداك السميد يتشرب كامل هاداك ليدام يعني من الاحسن يعني من الاحسن نخلي هاداك السميد يتشرب هاداك ليدام يعني من الاحسن يا اما يبات ليلة كاملة ولا على الاقل ساعتين الى اربع ساعات اهنا يا بعد مرور انا يا يعني ما خليتو شي بات نظرا لضيق الوقت واحدا كدك مرور اربع ساعات زدت عليهم غير فا تاع فارينة كبيرة في الحجم عمرها مليح مليح وستاني مغير فا صغيرة تاع خميرة الحلويات خلطهم مع بعض وهنا عندي حبة بيض نخلطو هاكدا شوية انا رايح نعطرها بشوية تاع مزهر هاداك مزهر راح يعاوني باش يفتح لي هاداك البيض باش ما يبقاش مكدس في العجينة وفي نفس الوقت باش يقضيلي على هاداك الريحة تاع البيض نخلطهم مليح مليح مع بعض ونزيدو هاكدا على هاداك السميد ديالنا ونبدأ ونزيدو في الماء وفي المازهر بلا مناع جنوب لما ندلكو حتى تنطم معنا العجينة هنا يا بالنسبة للسوائل ما نقدش نمدلكم كمية يعني محددة لانه كل سميد والنوعية ديالو كاين يشرب كاين لي ما يشربش بالنسبة للسميد اللي استعملتو انا هو سميد تاعسان كتوال كي معنا بلكم انا يا قليل وننشري يعني سميد تاع الباكين حب نشري بالمية بالميزان دايمن حب نشوف سميد بعيني نشوف لكاليتي ديالو نشوف النوعية كي ما نقول لكم حاولوا دايمن تخيروا سميد ليكون صفر ويكون صافي دونك السميد اللي استعملتو تاع سان كتوال تاع سومام راها تاع بجاياندون راها نوعية جيدة هاي اللي المقرط كي ما قلت لكم اتباع بالميزان تلقاوها عند اللي بيعوا مواد الحلوية ولا تلقاوها تاني عند اللي بيعوا لزيبيس فلا قسمت العجينة ديالي على اتنين حطيت الجزء اللي ولاني في سنوة بعد ما دهنتها بشوية تعسمن بالنسبة اللي فاق ساعدنا ثلاثة كيلات تاع كوكا ولمو كسيرات يعني استعملوا وش يكون عندكم كوكا وانا حمصتو ودرت عليه نص كيلة تاع سكر عادي درت عليهم تاني بعض القطارات تاع مزهر تاع معطر لباتاغوم تاع مزهر تعطينا بالنهايلة ونبعد نبدو نخلطو فيه نبدو نزيدو في مزهر شوية بشوية ونخلطو حتى نتحصلو على القوام تاع الحشو كيما تاع البقلاوة كيما هو يعني بالضبط نفس القوام هنا بش لافاقص ديالنا مجيش يبسا داخل المقروض نزيدو له واحد ثلاثة ولا اربعة مغارف كبار تاع السمن يكون دايب ونخلطوهم لي حتى نتحصلو على هاد القوام هادا انا هاد لافاقص عطرتها بلافاني وكيما اشتو بلاباتاغوم تاع مزهر لي حبو هاداك لوغو تاع القرفة تقدروا تديرو شوية تاع القرفة يعني مليحها للقرفة في الحلوية التقليدية ديالنا تمدنا بنا بزافها الى هادا لي حبو القرفة نحطو طبقات على فاقص ديالنا نحاولو نمشيوها وننسويوها كامل فوق السطح تاع العاجينة الاولى تاع المقروض ديالنا نمشيوها مليح مليح ونبعد اهنا وليت الجزء التاني تاع العاجينة ديالي كيما على بلكم السمي تاع المقروض يعني يشرب تمتم يليش فينا العاجينة ديالنا عاودت نشفت معانا ويبست نقدروا نزدولها شوية تاع مزهر ونعاودو نطموها بلا ما نعجنوها هاكدا باش جينا سهلا ونبعد باش نحطوها فوق الطبقات على فاقص ديالنا اهنا باش تسهل علينا المهمة هادي نجيبو كيس بلاستيكي ونحطو العاجينة ديالنا ونحلوها بين زوج اكياس بلاستيكية ولا تقدروا تستعملوا بابي كويسان تاني يعاوننا بالبزاف باش نديرو هاد الطبقة اللي تجي من الفوقها نحلوها بالحلال نحاولو نحلوها بنفس الحجم بتاع السنيوة ديالنا بهات الشكل هادا ونبعد بوسط هاداك الكيس هاداك نقلبوها مباشرة فوق هاديك الافرس يعني نحاولو نسعفوها هاكدا ونبعدا كيما كتوفونا جتني شوية صغيرة على السنيوة نحاولو هاكدا غير باليد نمشيوها شوية بشوية حتى نغطيو كامل هاديك الافرس هاكدا شوفو نعاودو نحلو هاداك السميد هاكدا بهات الطريقة ونمشيو عالجوانب لازم تتغطى هاديك الافرس باش ما تتحرقش معانا ونبعد باش نليسيو هاداك الوجهة على المقروط هادا نديرو كيس بلاستيكي من الفوق ولا عندكم حلال هاكدا شوية صغير مش شوية تاني هاكدا من الفوق ولا غير هاكدا بليد نضغطو شوية هاكدا مليح معا هاداك الكيس بلاستيكي راح يولي هاد السطح تعال السنيوة تعال المقروط دياننا هادا يولي بيان ليس كيما شته معايا ونبعدا مقبل ما نقسموه نعلمو بلموس هاكدا خطوط حتى نتأكدو باللي خلاص يعني را ندرناهم مستويين ومشي معوجين لي ما تقدرش تدير هاكدا مباشرة تقدير تاخدي فيش كارطوني وتكيلي عليه ولا مستارة ولا يعني يتباعو طوابع تعينوكس ليقطعو المقروط كامل يعني حجم واحد واستعمله نقطعوهم هاكدا يا اما مقروطات يا اما مربعات انا دايمن يعني نفضل ندير مقروطات هاكدا بش يكون اسم على مسمى يعني مقروط وشكلو مقروطي ننبيكي وهاكدا بحبة تتعلوز من الفوق وننقشوهم هاكدا من الفوق ويبقى يعني الملفوق لديكوغاسيون تبقى كل واحدة يعني على حساب الذوق ديالها كيني ياخدو هاكدا ويديرو اشكال من الفوق ونبعدا يقطعوه بالموس مثلاثات وندخلوه للفرن اي طيب لما نشوفو الجوانب احمرو مليح مليح نشعلو النار من الفوق ونبعدا كي ياخدو هاديك التحميراء هاوليك اهنا كي معلبلكم المقروط لازم يتشربوه واسخون اهنا يا عندي حوالي ارطل تعل عسل لي كنت دخلتو شوية برك الميكو باش يعني يتلق شوية روحو اه عطرتو بشوية مزهر وبعد القطارات من الباتاغوم تعم مزهر هاكدا باش جيني هاديك البنة تعم مزهر لي انا نموت عليها في المقروط ونشربو هاديك المقروط ديالنا دونك العسلة تكون كي مقوت لكم تكون نوعا ما تيات شوية برك ولا تكون في دارة اشتحارات الغرفة والمقروط ديالنا يكون سخون مليح مليح ونشربوه يعني نغطي وهنديرو طباقة تكون مليح حتى العسل حتى تغطي كامل هاداك المقروط ونخلي وهي تشرب يعني هنا ملأ احسن نخلي وهي بات ليلى كاملة حتى باش هاداك يعني سميدي تشرب كامل هاداك العسل ويعني العسل هاداك هاداك الطباقة اللي تكون ملتحتها باش يجينا مع السل مليح مليح ونبعد هنا نعاودو نقسموه بالموس يعني ونقسمنا المرة اللولى نحو قبل هنا هاداك الجوانب هاكده باش مبعد يجينا سهل باش نقطعو الحبات تاع المقروط ديالنا ومنفسدوهمش نحاولو نسعفوهم غير بالعقل احاد دونك الحبات هاداو ما اللي يكونوا فالطرفة حي يخسروننا مي ونبعدا الحبات الاخرين ووالا دونك شوفو كيفاش نحاولو نقبل نجبدو الحبات ومبعدا نرفضوهم ونحطو المقروط ديالنا في الكيسات كي ما شتو وصفة يعني بزاف هاي لا بخيزان طابل وتجي هاي لا الوصفة هادي يعني تديروها في جميع المناسبات في الاعياد في شهر رمضان الكريم ترافقوها معالاتي في الصهارات ديالكم مقروط يجي بزاف بنين كنتو شتو معايا هاد الوصفة هادي عندها وحدة يمكن تخوزنوا لكاتخون مليدرتها معاكم وحبيت نعاودها معاكم هاكدا بش يستفادوا معانا للمتتبعات ولا المشتركات تجد وصفة تستحق التجربة بنينة اا 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 اقتصاديا نقدر نقول مام تديروها بالكوكا وراح تجيكم هاي لا ولا تحبوت يعني تديرو مكسيرات اللوز وتخلطو ولا اللوز وجوز اهنا لكم الاختيار وهاوليك المقروط ديالنا في شكله النهائي يجي ما شاء الله كي ما قلت لكم يحمر لوجه سلطان المايدا ليمدلنا في الكوشة اا بطريقة سهلة ومبساطة اا انا يعني كنت حبت ويتحمر المليح خاصا يعني الطبقة هادي كلي تكون ملتحت ولكن سنيوة اللي استعملتها اليوم راهي جديدة وعلى بلكم سنيوة كيكونوا جدد ما يحمروش يعني مليح ان شاء الله ها تجربوه تستفادو من الوصفة الوصفة هادي كنتو شتوها معايا من قبل سفي واقل واحد تخوازن ولا كاتخن حبيتنا عودها معاكم هاكدا بيش يستفادو المشتركات جدد كانت هادي يلا فيديو تاع نهار اليوم ما ما تنسونيش بجامل لا فيديو نقولكم نحبكم بزاف شاهدكم في الصحة شاهدكم في الجنة تهلا في رواحتكم ندومتم في رعاية الله وحفظه سلام عليكم في امان الله شكرا